موسيقى خلونا نقول لكم فكرات النهاردة أولهم هتكون فكرة فنية مع الفنانة كنزي توركي وهنغني معيها شوية أغاني لطيفة ومبهجة وعايزين نشوف قراءكم على الصفحة لو حابين أغنية معينة هيكون لطيف أننا أكيد نتشارك مع بعض في اختيار أغنية في آخر الفكرة أما فكرتنا التانية فهتكون مسجلة لصديقتي العزيزة مها بهناسي مع المنتج الكبير صفوة غطاس واللي عاملين معي فكرة مختلفة وفيها كواليس فنية كتير من عالم الفن والحاجات اللي أنتجها على مدار تاريخه إن شاء الله الفكرة تنال أعجبكم وإحنا بنتكلم دايما على كورونا واللي حصل فيها هيبقى الاقتصاد هو أكبر عنوان في الأزمة اللي حلت بالعالم كله وربما تكون سبب في تغيير سياسات دولية وعالمية كبيرة لدرجة إن محللين على مستوى العالم بيقولوا إنها السبب في الإطاحة بترامب بسبب إنها وقفت على كل خططه لكن في مصر كان الموضوع الحقيقة مختلف كان مختلف بفضل ربنا في الأول والآخر وفي نفس الوقت كان مختلف بسبب إننا كنا بنزير الأزمة على مستوى الإمكانيات المتاحة عندنا ومبرح بمناسبة الكلام ده كله كان فيه اجتماع لسياد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتر مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي وخلال الاجتماع ده تم التأكيد على ثبات الاقتصاد المصري واللي كان سبب رئيسي في استقرار المؤسسات المصرفية وكان زي فيه حزمة إجراءات تخففت كثير من تبعات القصة على المواطنين خلونا نفهم القصة دي واللي حصل في الاقتصاد المصري من ضفنا على التليفون دكتر عبد الرؤوف علي عبد الرؤوف الخبير الاقتصادي صباح الورد على حضرتك يا دكتر صباح النوع يا فندم أهلا وسهلا بحضرككم كل السادة مشاهدين كلها أهلا وسهلا بحضرتك يعني عايزين نعرف إيه سر السبات الاقتصادي المصري أمام تبعات كورونا الوضع طبعا مطبط بما قبل كورونا بأن احنا قمنا بعديد من الإصلاحات الاقتصادية العديدة أبضها بنامج الإصلاح الاقتصادي أكيد ده تساعد الإصلاح المصري بشكل كبير النهازة إنه هو يصمد أمام الجائحة كمان التنصيق الواضح نبين كافة مؤسسات الدولة التعمل بشكل مبكر جدا مع الجائحة بقرارات كانت حكيمة وفقت مناسب نتحدث عن قرارات سواء على مستوى السياسات النصرية أو على مستوى السياسات المالية فكرة الرفض اللي هي الأمر المتعلق بالأغلاق الكامل والبدء فيه خطة للتعايش مع الفيروس التصيحات الهادئة والمتوازنة كلها أمور ساعدت بشكل كبير جدا من تقليل حجم الخسائر النتيجة عن الجائحة والصمود أمامها بجانب كمان إن الدولة استمرت في مشروعاتها القومية وقدرة إن هي تأكد على استمرار عجلة الإنتاج والتجهيل وبس الثقة فيه القطاع الخاص لإستمرار العمل والإنتاج بالتالي دي كلها كانت أمور مهمة جدا لجانب الحواسز اللي تم تقدمها من البنك المكازي إحنا شفنا في بداية الأمة تم الإعلام فيه بتخبيض أفعال فايدة بـ 3% وبعد كده شفنا تخبيض أيضا لأفعال فايدة بـ 1% في مجمع للتخبيض لـ 2020 حوالي 4% كمان زي إن تم تأجيل الضرايب بالنسبة للخطاعات الأقصة فدورا زي السياحة وخرها من الحواسز كمان اللي بتادي تذهب إلى البوصة المصطية فبالتالي ده كله أدى طبعا إن إحنا نقلل بشكل جدير من الخسارية دي وكمان إدى إن نحقق معدل نمو أقصادي إيجابي كان وصل لـ 3.6% في ظل هذه الجائحة وكمان يمكن حتى التوقعات الإيجابية أن إحنا بنشهدها من جانب المؤسسات الدولية سواء صندوق النقد الدولي أو حتى على مستوى كثير من المياكز المالية ومؤسسات المالية العالمية طب يا طرع إن إعكاسات ده علينا يعني مثلا تقييمنا في المؤسسات الاقتصاد العالمية بيكون عامل زياني طرع بيقولوا علينا إيه؟ رقم واحد التوقعات بالنسبة لمعادلات نمو أقصادي إيجابية جداً إحنا نتحدث عن معادل نمو أقصادي بالنسبة للعامل الحالي ما يكون من حوالي 5.2% وده هو التوقع جاي جداً إحنا ما قبل جائح الكورونا كونهو صندوق 5.6% فلما يكون التوقع للعامل الحالي 5.2% أفقنا هو أمر جاي جداً ودليل على مؤشر عودة الحياة لطبعاتها وإحنا نستعيد معادلات نمو أقصادي كنا حققناها من قبل جائحة كورونا وحالة تعافي سريعة جداً ويمكن الإيجابية كانت عاملة مؤشر خاصة بعودة الحياة إحنا كنا خلنا مركز تاني بعد هون كونك وده كمان بيأكد إزاي إن إحنا بنستعيد مرة أخرى عودة الأنشطة لكافة عملها وعجلة الانتاج في كافة القطاعات بنفس العمل والكافاة اللي كانت عليه من قبل جائحة كورونا وده يعتبر أمر هام جداً كمان إزاي إن إحنا بنشوف مؤسسة بحجم صندوق النقد الدولي اللي بتشيد بسياسات اقتصادية في مصر للصحات اقتصادية في ظل إن إحنا كمان بدأنا ما يعرف بها بالجزء الثاني من الإصلاحات الصادية أو البرنامج الإصلاح الهيكلي وده برنامج مهم جداً مدى أنه بيه من السنة دي وهيستمر على مدار ثلاث سنوات والغرض الرئيسي منه رفع نسبة مساهم الخطاعية الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمال للنصر بجانب طبعاً خطاع الانتصالات وتكنولوجيا المعلومات وده كمان هيبقى ليه مدود مهم جداً على تخفيض لمعادلات البطالة والتضخم وهذا إنها ينطل لها مزيد من فهد العمل وهيعزز الخطاعات التصدرية بالنسبة للإقصاد المصر طيب بالنسبة لفنب الاجتماع امبارح كان فيه كلام عن العملات البلاستيكية في طرق إيه فايدتها؟ العملات البلاستيكية هو يعني أمر ليس بالجديد على المستوى العالمي العالم يعرفها بقاله أكتر من حوالي 30 سنة أول دولة بدأت فيه كأستراليا من التمالينات هي عملة بتقدر إن هي تكون معادلات التلب بالنسبة لها أقل بكتير من الشكل التقليدي بنتحدث عن معادلات تلوث بتكون أقل بكتير بتحافظ على البيئة بنقدر إن إحنا كمان نحافظ على إن العملة يصعب عمليات التزوير فيها وده جزء مهم جدا إحنا عندنا المطبعة الجديدة اللي في العاصمة الهدية الجديدة دي هتقدر إن شاء الله بإذن الله نتفتح لها العملة في شهر نوبمبر الخادم بإذن الله وكان يمكن حتى فيه استعراض لي الشكل الجديد للعملة أمام رئيس الجمهورية أمس في الاجتماع وإن شاء الله بإذن الله تبترى تطرح على فئة العشرة جنيه والعشرين جنيه وإن شاء الله بعد الكرة يتم تعممها هي يمكن من الشكل الحضاري كمان اللي هي العملة لأن كمان إحنا شفنا أكتر من حوالي ثلاثين دولة بتستخدم هذا النمط من العملات فبالتالي من الجيد إن إحنا نكون بنواكب الاتجاه العالمي في هذا العام بشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الأستاذ علي عبدالرقوف يعني بمقينة جو اليومين دول حر قوي 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 ومبارح كان حر جدا نهاردة أحر خلينا نروح نتطمن على حالة الطقس ونرجع لكم داني اشتركوا في القناة 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 ورجعنا لكم مرة تانية وخلينا دلوقتي نروح نشوف فيديو إنساني جدا ونشوفوا حضراتكم عن شاب أمريكي اسمه سيرجيو جارسيا في مدينة سيدار الأمريكية قرر إنه ينزل البدروم اللي كان مليان مايام الفيضانات اللي في المدينة بقالها كام يوم عشان سمع صوت قطة بتستغيص وأصحابها مش عارفين يجيبوها الشاب قرر إنه ينزل تحت العقار عشان يخرج القطة وزي ما احنا شايفين هو بيخرجها لأسرتها وطبعا فيه فرحة كبيرة جدا عشان إنه قام بإتقاذها وكمان قاموا يعني قاموا بشكره جدا على شجعته والفعل الإنساني اللي عمله طبعا شيء إنساني ومعبر للغاية وبيدل على إننا لازم طول الوقت يبقى عندنا شعور بالحيوانات خاصة إنها لا تمتلك الكدرة على الشكوى وما بيعرفوش يعني يشتكوا زي ما الناس بتقول يعني دايما فحقيقة فيديو مؤثر جدا 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 خارج هوا دلوقتي أهو وإديها أهول أصحابها بادروم كده تحت الأرض ومليان مية والناس كتير قوي يعني شايفوا ناس كتير قوي موجودين عشان ينقذوا القطة ومهتمين قدقين هي لازم تطلع ما قالوش يعني اللي هو خلاص مش مشكلة ولا حاجة طيب النهاردة خلينا نحي زقرة وفاة الفنان الراحل سعيد صالح اللي قدم لمصر أكتر من 500 فيلم و300 مسرحية و150 مسلسل سواء بالتمثيل أو الغنى أو التلحين سعيد صالح كان كوميديان فريد أن يسحب التمثيل على طبيعته بشكل كان بياخد القلوب وكان من الفنانين العاشقين للمسرح وكان على فكرة كان يسمي نفسه دايما فتى المسرح بيطلق على نفسه ده وكان لآخر وقت بيقوم بالتمثيل المسرحي لدرجة زي ما قلنا كده مثل ما يقرب من 300 مسرحية تفاصيل كتير هنشوفها في التقرير اللي جاي ونرجع لأول فكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 بالقناة المترجم للقناة على المترجم للقناة ما يش بيعبر عن حكمة زمنية معيامة يعني انما واضح انها سابقة يعني فعملنا الفيلم وبعدين خدنا الرقابة عليه وكل حاجة وفجئنا انه كان الجيش طالب يتفرج على الفيلم فاعرضنا الفيلم عندهم قالوا لا الفيلم فيه خطأ في اللبس الكاب مش فاكر بقى كان سكر كوريش ولا النصر احنا عمليه غلط يعني ففيه حاجات لازم تتعاد فيه خطأ في الأزياء وطلبوا ان الحاجات دي تتصلح وحاجات كده وكان فيه خطأ كمان مش خطأ كان هم اعترضوا على الدور بتاع محمود عبدالعزيز اللي كان طالع الزافت فيه المهم الفيلم وقف وبقينا في دي بيت هنعمل ايه يعني وحاجات كده كان وقتها الدكتور عحمد هيكل وزير الثقافة فسامير اتكلمته فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كانش فيه حل تاني غير لازم مناخد موافقة المشير يشوف الفيلم بنفسه يعني هو انا رحت بالليل شلت النهاية بتاعت الفيلم لان كانت اللجنة العليا للرقابة كانت معترضة عليها فانا رحت شلتها وقفلنا عندما احمد زاكي لما بيمزك الرشاش وكده ما منوريش المجزرة اللي حصلت يعني وعرضنا الفيلم اجا المشير ابو غزالة واجا الدكتور احمد هيكل وزير الثقافة واجا اللي هو احمد رشدي كان وزير الداخلية وجم على قاعة الوزير في مدينة السينما يتفرجوا على الفيلم يوم الساعة عشر الصبح يا فجم اتفرجوا على الفيلم وإحنا حاطين يدنا على قلبنا المهم لما النور نور بعد ما قلص الفيلم فكان فيه اللي هو نمر ماسك المخابرات فجي جاري قال له للمشير حضرتك عجبك الدور بتاع محمود عبدالعزيز فرد عليه قال له ده فيلم سينما انت ايه دخلك وكل واحد فيك وفكر نفسه محمود عبدالعزيز لا ده دور جوا فيلم سينما فانا اتطمنت شوية من الكلمة وبعدين قال مين اللي عامل الفيلم فوقفنا انا ومدام ساميرا فقالتوا عايزين تقولوا ايه في الفيلم ده فرد طبعا الله يرحمه جمال الليسي كان موجود قال له يا فندم عايزين نقول كنا فين وبقينا فين قال له بس ده مش باين فطلب حطوا لوحة في بداية الفيلم تقول التاريخ يعني لانه زمن ماضي ده تعمل الفيلم ده لان في الفيلم بنقول على الخدمة العسكرية بيقول الجهدية وحاجات كده فالجهدية دي كتيام الملك يعني فبيقول حطوا يعني قولوا فين امتى تعمل هل في الحضر جلسة المشاهدة دي حضرتك والفنانة ساميرا احمد ولا كان كمان الراحل عاطف طيب موجود لا ما كانش موجود عاطف طيب ولا كان موجود وحيد عمد الاثنين الله يرحمهم طبعا من اعظم الناس اللي اشتغلت معهم في حياتي فحضرنا البتاع وخلص خلص اللي حطوا اللوحة دي وطلب من اللوة تحسين شانن قاله رائد انه يتأكد انه هيحطوا اللوحة وقال تقدروا تعرضوا الفن وانتصروا للفن والابداع في الاخر اعمالي يجي نتكلم على ميزانية فيلم البريء يعني يمكن وقتها كان ميزانية ضخمة جدا مقارنة بالميزانية اللي كانت موجودة في السوق وقبور الفنانين كمان يمكن لو الناس سمعتها دلوقتي حتستغرب يعني ايوة وقتها الفيلم يكلف ربعمية الف جنيه كان اعظم فيلم بيكلف تمانين الف تسعين الف مئة الف فيلم ده أكلف ربعمية الف جنيه وكان رقم كبير يعني طبعا النجوم اللي في الفيلم الفاترة دي كتا التمانينات كم وتمانين الفيلم لأ كان في التسعينات كان في التسعينات كان في التسعينات ايضا افتكر اربعة وتسعين حاجة كده يعني اوكي الاخور بتاعت النجوم يعني او ضلبتيها لو تعرفين انه محمود عبدالعزيز واخد ستة عشرين الف جنيه عطف الطيب حتاشر الف بس بمعايير التسعينات وقتها يعني اه لو كانت دي ارقام السنة اللي تدافعها اه احمد زكي خمسة عشرين الف جنيه فالارقام كانت معقولة يعني يعني في وقت الفترة دي يعني حضرتك اشرت للتعاون يعني فيه تعاون بقى لكو اللي حد دلوقتي لازيل تعاون على المستوى الشخصي والمستوى الفني مع القديرة ساميرا احمد كلمنا بقى عن هذه العلاقة يعني علاقة خاصة ومختلفة ما بنشوفهش طبسي انا انا بعشك الشغل معا هاي احنا عملنا مع بعض حوالي 8 مسلسلات وثلاث افلام ساميرا اساسا منتجة يعني عندها شركة الانتاج بتاعتها وانتجت حاجات كتير اوي افلام كتير يعني هي من الفنانات القليلات يعني يمكن فيه تجارب كتير للفنانات انتجوا بس هي الوحيدة اللي مستمرة يعني في الخط ده الا الان وعندنا نفس الطباع في الانتاج يعني انا ما يهمنيش المصروف ما دم حيبان على الشاشة هم صرفي يقدم انت عايزة بس يبان على الشاشة اكيد لكن ما تصرفيش في حاجة مش باينا على الشاشة ايه انت تقصد طبعا بلما يبقى فيه اجور فنانين واخدة من الميزانية نسبة كبيرة قوي لا بصي انا ضد حكاية الناس اللي بتقول ان النجم الفلاني واخد اجر كذا والممثل الفلاني واخد اجر كذا وده كبير كتير عليه مش حاجة اسمها كتير عليه النجم بيجبلك الفلوس اللي تدفعيها لو انا عندي نجم مش حيرجعلي الفلوس اللي هو طالبها مش هجيبه صحيح يعني انا يوم اما روحت مضيت فرقة نجي عطلة مع عاد الامام الناس كلها استغربت كان اعلى اجر بياخدوا اياميها نور الشريف ويحي الفخراني كان 8 مليون جنيه انا مضيت معا بتلاتين مليون اياميها فالناس كلها استغربت قال ده هجيبهم ازاي انا عارف بعمل ايه انا بعد ما مضيت معا باربع ايام سافرت تعقدت على المسلسل جبته اللي هو واخده وجبت تكلفة المسلسل قبل ما صور بيع فيعني النجمة بيجيبلك فلوسه ايه الارقام دي لان بتلاقي اوقات ممثل تلع في مخه يزود اجره فيزود اجره ما هادش هيجيبه تاني لان مش هيجيبه لو ما جابش الفلوس اللي زودها مش هادش هيجيبه يبقى هو حرق نفسه حرق نفسه عايزين اتكلم بقى عن حكاية الميت جنيه لخصنطان من رامز جلال صح؟ في مسلسل الرجل الاحمر الرجل الاخر الرجل الاخر عفواً الرجل الاخر ايه حكاية الميت جنيه لخصنطان لما جينا عملنا الرجل الاخر المسلسل بطولة نور الشريف ومدنبالبتالي وكان اول ظهور تقريماً لهالا شيحة وبعد ما ابتدنا نعمل بروفات جبنا احمد زاير وكان احمد زاير عنده حسنات في وشه كتير فبعدته عند الدكتور بتاعي يشال له العاجات دي كلها وكان من ضمن الأدوار وكان من ضمن الأدوار في دور رشحوا فيه رامز جلال فأي جالي رامز انتي عارفة رامز أسلوبه يعني ايوه ده حقيق فاجئه تهريج ومش تهريج وبتاع قال انا عايز 10.000 جنيه قلت له الميزانية 7.000 مش هتفعل لك العاشر انا عاشر خطري وبتاع انا عايز 10.000 فقلت له طيب سبته شوية يعني وشوية وجالي تليفون من سميرة تلع برا وجالي تليفون بعدها من سميرة بتقول يرامز جلال عندك وقلت له قلت له دي له العاشر تلاف راح تكلم معي ما تضايقوش هو كلمه اه هو كلمه اوه فانا عرشت من حكم يعني انت بتكلم مادم سميرة عشان تقولي ان انا فمضيت له العادة بعشر تلاف جنيه بقول له اساسا انا بايع المسلسل بنور الشريف ومارفة امين مش بايعه بيك يعني انت زائل لتك هتجيب اي حد تاني ما كانش رامز جلال وقتايا رامز جلال اه كان لسته في البداية فمضيت له العادة بعشر تلاف جنيه انا عادة عندي نظام ان كل يوم الصبح لازم يجيلي الحوافز بتاعت المصروفات اللي حصلت قبلها بيوم عشان ارجحها يوم بيوم فبراجع الحوافز الصبح لقيت فيه 100 جنيه مفرش كانوا بيصوروا في كازيو قيمت مفرش فانا دهت المدير الانتاج قلت له انتو مش نافعين ايجار للكازيو اللي بتصوروا فيه قال لي اه قلت له الكازيو ما فيهوش مفارش قال لي لا فيه قلت له مالقيه 100 جنيه مفرش دي قال لي اسطور رامس جلال ما كانش حافظ الحوار فهو قاعد كتب الحوار على المفرش علشان يقولوا ينقل من المفرش يعني فكتب الحوار الجمل بتاعته على المفرش فالمفرش باص فدفعهم 100 جنيه حق المفرش فهو اخذ 9900 جنيه حقق طيب حكس نتكلم عن فيلم الشنطة وكواليس هذا الفيلم وهو دلوقتي بيجهز تجربة ان انت تبتدي تعرض الافلام بتاعتك كمان في الخليج لا ما هو كل الأفلام المصرية بتتعارض في الخليج وفي السعودية دلوقتي عشان بقى فيه سينما الشنطة المشروع بتاع تامر عب منعن شريكي اللي احنا عملنا شركة جديدة بقى لها ستة شهر في دبي وعملنا شركة تانية في أبوظبي وهو اللي كاتب السيناريو وكان عنده الفيلم ده جاهز فكررنا ان احنا الفيلم بتدور أحداثه في دبي فكررنا ان احنا نعمله كله في دبي فأتعقدنا مع النجوم وسافرنا بأخذنا الكرو كله وصورنا في دبي الفيلم كامل لنعملنا يوم في مصر في السيرك بس وخلاص انما فيلم مصر يحمل الجنسية المصرية واخد ركابة من مصر ومتسجل في غرفة صناعة السينما ولو شاهدات غرفة وكل حاجة يعني وفيلم طبع زريف فيلم كوميدي زريف يعني ودلوقتي مفروض انه بس الهوجة الافلام الكبيرة خالص دي تعدي ينزل اللي تعبت في الخليج وفي السعودية فيه تجربة لطارق طارق ابن حضرتك احنا نقول ابن الوز عوام بقى يعني تيمت ابن الوز عوام يعني هو كان بيميل للانتاج زيك ولا انت اللي بتدخله في البزنس بتاعك عشان يبقى مسكه معاك ولا يعني فكرة انه يتجه للانتاج كان بسبب ايه وكلمنا بقى على الزيارة البروجيكت بتاعه بصي انا مقدرش اتكلم عن الزيارة البروجيكت بتاعه وانما انا قدر اقولك ان طارق انا كنت حابب جدا انه هو يبقى معايا ويعني انما هو ما حبش انه يشتغل معايا يعني عايز يبقى دايما مستقل فهو عمل شركته في لبنان طارق عايش في اسبانيا اساسا بين اسبانيا ولبنان وعنده جنسية الاسباني وعمل شركته في لبنان وهو اللي عمل لنا كل الخدمات الانتاجية اللي فرقة ناجي عطالها لما صورنا في لبنان وهو اللي عمل لنا الخدمات الانتاجية لما صورنا في تركيا فهو كان في الانتاج قريدي يعني وبعدين كان عنده مشروع كده كان عنده فكرة اصل الزيارة دي حادثة حقيقية يعني فاتكلم فيها مع شاهد وعجبتهم واسندوا الكتابة بتاعت ثمان حلقات لماريام معهوم الورشة بتاعتها يعني وهي تحت اشرافها وعملوا المسلسل ده صوروف بيروت هو طبعا عشان كان اساسا السلس دايركتور بتاع وكان بيحضر كل التصوير بتاع المسلسلات المكسيكي والإسباني والحجات دي فهو جاب مخرج من هوليوود وجاب مدير تصوير من إسبانيا وجاب الستانس كلهم من إسبانيا والشركة اللي بتعمل البروستاتيك اللي هي الاشخاص والمسكات والحجات دي كلها وحوائيها من المكسيكي وكل الحاجات دي هيعملها في إسبانيا يعني وعمل المسلسل في لبنان لأن أحداثه بالدور في لبنان يعني وهو قال كمان ان هو ليه صبغة هوليودية يعني مستوى بتاع الشغل باعتبر ان كل اللي اشتغلوا دول كلهم على سيرت بقى فرقة ناجي عطالله والتعاون مع الزعيم عد الإمام كواليس اللي عمل كاته هو طبعا أي حد يتمنى يشتغل مع عد الإمام أنا كنت بصور كان كاتب لي يوسف معاتي ماما في الاسم وإحنا بنعمل ماما في الاسم هو صديق عد الإمام كان جدا يعني أو صديقه على طول يعني نزال يعني فأنا قلت له أنا نفسي أعمل حاجة لعد الإمام قال لي عد الإمام ماضي مسلسل بس ما عرفش شكله مش هيتامل قلت بتكلم عدل لو هيتامل المسلسل أو لو مش هيتامل أنا ممكن أعمله مسلسل وتكلمنا نهوه بفكرة كان اسمها العراب ده مش العراف اللي عمله العراب فاتفقنا واحنا نشغالين بعدها بأسبوعين كده تقريبا فاكر كلمني يوسف قال لي حضر العاد كنا كلمنا أنا ويوسف في الأجر وكل حاجة اللي حديه العادل قال لي حضر العاد فحضرت العاد ورحت وليت عاد الإمام ومضينا العاد ودفعت له العربون ومضيت مع عاد الإمام كده ابتدى الفكرة يعني ده كان التعاون الوحيد اللي كان ما بينكم ولا كان فيه حاجات أفلام قبل كده لا أنا متعاملتش مع الزعيم في أفلام قبل كده هو كان فرقة ناجي عطالله بس هو فرقة ناجي عطالله وكانت محتوى السانما والدراما مؤخرا بقى يتجه للمواضيع الوطنية احنا شفنا الممر شفنا تجربة الاختيار بالجزئين الاثنين شفنا هجمة مرتدة رأيك ايه كمنتج دوسي أنا أولا دي حاجة عظيمة جدا يتعمل مستوى إنتاج وطني بهذا الشكل مستوى كان جيد جدا احنا كان نفسينا نشوف فعلا حاجة بالمستوى يعني حاجات متعملتش قبل كده وانا عارف ان ده كله طبعا بالدعم بتاع الأجهزة المعنية هما اللي دعموهم دعم كدير جدا عشان يعملوا الحاجات دي بدون الدعم ده ما كانش منتج يقدر يعمل الحاجات دي يعني لو للدعم ده ما كانش حد يقدر يعمل اكيد فهما كان عندهم الامكانية انه ياخدوا الدعم بتاع الأجهزة المعنية انه يقدروا يسندوهم ويعملوا يطلعوا الشغل الكويس ده بس ده كان مهم جدا ايه اكتر او ايه احدث حاجة بتحضر له حضرتك دلوقتي دلوقتي عندنا مشروع لشاهد خدنا المعرفة عليه هيتصور كله في دهب اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هيفاء واهبة وشارير رضا وباسم يخور وممكن قوي صاوي وممثلين طبعاً ميكس دياني متوقع يخلص امتى العمل او تبدأتوا تصوروا ولا لسه لا 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 لسه احنا في البروسيس خلي بالك انه الاعمال اللي بتعمليها اللي هي لمنصة بتاخد وقت تحضير لان هما بيتابعوك خطوة بخطوة يعني ايه الاختلاف ما بينها وما بين الاعمال الكلاسيكية الكتام العادي اللي هو شغل كلاسيكي ستعلق التحضير ما انت تقدري تعملي تحضري شغلك وانت بتتحكمي فيه وتصوريه وتبيعيه ايه انما لما بتعملي اوريجنال بروداكشن لمنصة لازم يحطوا الامبوت بتاعك اوكي كما بيوافقوا على الموضوع بس بيتابعوك بقى خطو خطو ده بالنسبة لك احسن ولا ان انت تكون عامل الشغل بتاعك وتوزعه لمنصاتك بصي ما تقدريش تشتغلي فقط للمنصات ايه رئيس يعني المنصة تقدري تعملي عمليين في السنة للمنصات اوكي بس بتحبي انك تعملي انتي حاجات تانية يعني بس هل ده هتقدر تعمله حتى في المستقبل اللي بتقول انه يبقى للدجيطل 100% او للمنصات هيبقى طول الوقت ايه ده هيحصل وزنين 2 years يعني لما هيحصل هتبقى انت بتنتج بقى للمنصات هتبقى المنصات برضو بتشتري مني اه اه يعني ممكن بتشتري عادي بس مش original production original production او اللي بياخد وقت للطلب الحطير الكورونا لما جت وشلت حركة العالم او فاجئة العالم خلاص واللايف ستايل وكل حاجة عجلت بالدجيطل في كل شيء وعجلت بالتحاول الرقمي في كل المجالات مش بس في السينماء ده خدم عملية الانتاج الفني بشكل عام ولا اه حطه فمقصة أوزنة موسي او هناك طبعا الكورونا كانت سبب ان انتي فقدت مشاهد السينمائي يعني السينمات كتوصلت لمرحلة وحشة جدا لانتشنا يتباعد الاجتماعي و ما حاجات دي وبعدين كانت القوانين لما سمحوا لنا 50% الأول يعني 50% استيعاب من طاقة السلطة العرض يعني عندي الكورسي فادي وكورسي ملياني دلوتي بقى سبعين فادي دلوتي بقى سبعين بس أساسا لما سمحوا بسبعين كان ابتدت بقى الأفلام الكبيرة تنسي لان كانت الأفلام الكبيرة كانت تعملت وفتت أنجلت نسو لها يعني فدا كويس من ناحية الناحية التانية ان هي وقتها وقت الكورونا فقدت مشاهد السينما وابتدت لمنصات تشتغل أكتر لان انت قاعدة في البيت بتتفرجي على شاهد على نتفليكس على جاوي على أمازون برايم يعني بتشوفي الحاجات كلها لمنصات الكبيرة فبتتفرج فابتدت الناس تتعود انها في البيت تتفرج على المنصات ولو تفرجتي على شاهد هتلاقي فيه حاجات حلوة جدا مسلسلات عربي معمولة ممنشوفهاش للأسر كمتنزلش 8 حلقات و7 حلقات حلوة جدا ايه الرسالة في نهاية لقاءنا اللي تحب توجيها لكل صناع الفن وللمشاهدين؟ والله انا عايز اقولك حاجة احنا دلوقتي ما بنبقناش لقيين نفسنا في صناع الفن يعني مش احنا الجيل اللي موجود دلوقتي جيل اللي واخد في بتاع ده وماشي هما لو هدوا شوية ورجعوا للأصول هتبقى احسن مليون مرة باتمنى اياه بشكر حضرتك شكرا جزيلا وتشرفت بالحوار معك جدا جدا وبالتوفيق في الجاي وحتبع كل الجديد اللي بتقدمك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانا جنبك وروحي معاك مكان ما تكنا تلقاني وعرف اني هعيش جواك لانك مش هتنساني ويرديني اكون سيرة تجيب الفرح على بالك ويرديني تعيش عمرك زي ما كنت عايزالك حكاية انا وانت اولها هسبها لك تكملها الله الله بجد برافو والله بجد خلينا نبتدي فقرتنا التانية زي ما بتدناها باجمل صوت مفيش اجمل من الفن واللي بيكون عن موهبة ودراسة معينا النهاردة فنانة موهوبة جدا في حاجات كتير بس يمكن اللي مشهورة عنها اكتر هو الطرب والغنى بصوت حلوة اوي 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 المطربة كنزي توركي اللي بدأت في سن صغير جدا مشوارها مع الغنى لحد ما خدت جوائز كتير وفي نفس الوقت بتدرس فنون جميلة حكايات كتير هنعرفها منها زي ما هنسمع منها اغاني كتير حلوة اوي اهلا بيك يا كنزي وصباحك صباح الورد تانكيو تانكيو يعني انا بحييكي جدا على الصوت الرائع العظيم ده ما شاء الله معجبة بيكي جدا عايز اعرف انت بتديتي الغنى في سن صغير جدا اكتشفتي بقى الموهبة دي ازاي وبدأنا ازاي هو الموضوع بدأ ان انا كنت على طول بغني لمامتي لما كت بتجيب لي هدايا وهاجات كده بعد كده اخدتني مايشل سليم سحاب وانا عندي سبع سنين وكنت برقص بالي ساعتها في الاوبرا برضو فنون كاملة انت كاملة وبس بعد كده رحت مركز تنمية المواهب بعد كده وقفت ثلاث سنين عشان كنت بغني انجلش بعد كده رجعت بقى لي من وانا عندي 13 سنة وبقى لي سنة في الفرقة في الافراكي يعني فرقة قومية مع دكتور جيهان مرسي يعني رحلة طويلة جدا جدا بس انا عايز اعرف عرفتي ازاي توصالي لاغنية قصة حب يعني جات ازاي هو بالنسبة لأي حد هيبقى الموضوع صعب اوي 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 وانا هو منتج الفيلم ياسر صلاح الفيلم يبقى الفنان احمد حاتم والفنان هانس دي او اخرج عصمان ابو لبن هو يعرف اخويا فهو طلبني ان انا بعد لما لقاني اخدت مركز اول في مهرجات موسيقى العربية في الآبرة وبعد لما خلاص بقيت بقيت من السولو الاساسين في المركز سميت المواهب قال لي يعرفني على الملحن والموزع وسمعهم صوتي وبس هم يعني الحمدل اللي اقتنعوا بي ويعني عملنا الاغنية على طول كانت اكسبرينس يعني عملتها وانا عندي سبعتاشر سنة او ستتاشر سنة سنة صغير جدا اه فكان الموضوع كبير اوي بالنسبة لي وكان يعني تعلمت منه كتير اوي انتي عارفة ان الناس دايما ما كاتش يعني لما بتسمع الاغنية مش بتصدق سنك يعني ما كاتش بتقتنع عن سنك صغير للدرجات دي فدي حاجة بجد حلوة اوي يعني ما شاء الله مبيرة جدا طب ما سمعينا حاجة لايب اوكي حبي تغني ايه اه دا اللي صار مسلا اه طبع يلا بي اه دا اللي صار واده اللي كان ملك شحا ملك شحا تلوم علي اه دا اللي صار واده اللي كان ملك شحا ملك شحا تلوم علي تلوم علي ازاي يا سنة وخير بلادنا موش بقين قولي عن اشيات فنة ايه دا اللي صار واده اللي كان ملك شحا ملك شحا تلوم علي ملك شحا يعني انا كان نفسي شاركك بس لأسف يعني هبوزلك الأغنية كان نفسي غني معيك بس مش قادرة يلا يعني ما عنديش جورة غني قدامك لا 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 فوضيع فوضيع بجد شكرا طيب انا عايزة اسألك انتي قلتلي ان انتي بدأ في الأوبرا من سنة صغيرة قوي سبع سنين علاقتك بالفنان هاني شاكر عاملة ازاي خصوصا ان انتي غنيتي معي اعتقد كذا مرة فالعلاقة ايه؟ هو سمع اغنية قصة حب فبعدين بعدها طلب انه يشوفني عشان يسمعني لايف عشان طبعا في الحقيقة غير اللي في الستوديو وحاجات كده فبس فلاقيته فجأة فقال لي يعني ان شاء الله حفلة من الحفلات هبقى هبقى اقدمك للجمهور وطي معايا وكده بس جي عيد الحب 2019 او 2018 او 2019 قال لي انه هو عايز يوميها يصطدفني يصطدفني يعني اللي هو تغني معايا يعني اللي هو تغني معايا او فغنينا ليه قلبي ليه وغنيت سهر الليالي بعدها الوحدي بعدين بعدها بسنة الأوبرا هي اللي طالبتني ان انا اغني في الحفلة بتاعته بس قبليه في اللي الفقرة اللي قبليه بس ودي ده اللي حصل طب انت يعني لو كنتي الاول متوترة ان انت عتغني بقى قدام الفنان هاني شاكر وكده لما غنيتي في منتدى الشباب قدام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ايه شعورك عايز اعرف اللحظات دي بالضبط كنتي حاسة بايه؟ بسي هقولك هو نفس الشعور اللي حصل مع استاذ هاني شاكر هو بالضبط اللي حصل في المنتدى انه باكستيج الموضوع بيبقى موتر قوي خلف المسرح بيبقى فيه توتر يعني هل انا اغني كويس انا ممكن ابوز حاجة انا ممكن اعمل مش عارف ايه بس انا بجد انا بحب المسرح قوي وبحب انتراكت مع الناس من على المسرح بحب اغني وبص لهم ويعني بطبست وبحس ان انا حتى في الابرا رغم التوتر ورغم كل ده لما بطلع على المسرح بحس يعني في الاول كده بيبقى فيه توتر بعدين في الاخر خاص انا في بيتي فهو ده بالضبط اللي حصل في منتدى شباب العالم بس انا الفكرة كمان انا يعني في لحظات معينة كده بحس ان انا عامية مش رايك في اي حد خالص دي حاجة كويسة ويعني ما كانش التوتر ماليكي مثلا عشوها فا لا الاول ما هو يعني في الكواليس بجد كانت صعبة قوي وكانت توتر مش توتر يلينا كلنا عشان هو كان اوبرات فكان معينا اكتر من كنا سبعة او حاجة كده فكلنا كنا بس يعني والله كانت الاجواء بتاعت الحفلة الحفلة دي كانت حلوة قوي ويعني ما كنتش خايفة خالص الحمدلله طيب بصي انا بصراحة استغلك جدا انا مش ادرا ما بطلش اسمع صوتك بدل ما انا بسمعه على الموبايل عايز اسمعه لايب بتيجي نسمع زي الهواء اوكي وخيال الطيب زي الهواء زي الهواء زي الهواء ساري وخيال الطيب اوكي 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 بعد السنين نفس الوشش تبقى تبقى شي تاني بتبدل الايام ملمحنا ترعشنا تنعشنا تشوشنا بتبدل الايام ملمحنا ترعشنا تنعشنا تشوشنا يا طرى اللي بيعيش الزمن احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشه يا طرى اللي بيعيش الزمن احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشه و لما تتلقى الوشوش مرتين مبيتلقوش يوم الوقت تاني عمر الوشوش ما بتبقى بعد السنين نفس الوشوش دي بتبقى بتبقى شي تاني و لما تتلقى الوشوش مرتين مبيتلقوش يوم الوقت تاني عمر الوشوش ما بتبقى بعد السنين نفس الوشوش دي بتبقى بتبقى شي تاني الله 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 بقدم عجبة بك جدا جدا في تسقيب حياتك كنترول بيقولولي ناس كلها معجبة بشكل واحد طيب انا لوقتي عايزة افهم انت بتدرسي فنون جميلة وشطرة في الرسم جدا جدا فازاي بتعرفي تعملي مساواة بين الرسم وبين الغنى وبين المواهب الكثير الموجودة هو بجد الموضوع لو في حد مش حبه هيبقى صعب قوي عليه حتى وانا حب الموضوع فيه ساعات غزبة عني بيجي على حاجة اكتر من حاجة عشان يعني ما يقصروش على بعض طيب بتبدي ايه دايما؟ والله استراحة لا والله أسوء على حسب يعني انا ساعات كتيرة قوي مثلا يعني انا بحب اغني على طول وبحب ارسم على طول ساعات ما بقش عايزة اعمل اي حاجة خالص فعادي باخد بريك كده وبعمل اللي انا حس اعايزة اعمله يعني دلوقتي مثلا مش عشان عشان الأغاني والرسم بيأكسبرسي بطريقة ممكن أنا مش عارفة شرحها بالكلام. معينا الرسمات بتاعتك على الهواء. لا فنانة جد شاملة وكاملة. وواهب متعددة جدا. ماشاء الله. مين طيب؟ مين الرسم أحكي لي قصتتها؟ دي مامتي. مامتي. وهي صغيرة. الله يرحمها. الله يرحمها. ده كان استنساخ. استنساخ. عن ستاري نايت تاتبانجو. أوكي. ده أنا ونعم. انتي رسمة نفسك. ازاي قدرتي ترسامي كل الكاركترز دي ورسمة نفسك كمان. هي مقاسها هي بجد قد كده. يعني كمان بصغر قوي. كانت صعبة قوي بالنسباني بصراحة. وحتى في حتة مش خلصانة بس أنا وقفت لحدين عشان يعني راضي بيها. ازاي كمان قدرتي تعملي فرق اللايت من قدام لورا في حتة قد كده. بجد الموضوع كانت أنا قعدت فيها كتير قوي وزهقت منها كتير قوي. بس اصريت. اه لا اصريت عشان كمان اول مرة لي اعمل حاجة زي كده. فدي غلواني مائرة. يبقى قصير. لا ده مكان كان يعني مبنى عجبني على الانترنت. فحبيت قوي ان انا ارسم المنظور ده من المبنى ده. ففي حاجة تانية معاينة. مظنش في حاجة تانية معاينة. طب قولي انتي بتفكري تعملي ايه تاني؟ يعني بان في كذا موهبة. مفيش موهبة مثلا تالتة مطفونا شوي. ايه اخباري بل هي طيب. لا والله انا من داي قوي ان انا بطلت باني بس يعني خلاص بقى. انا نفسي انا مش يعني هدفي مش بس ان انا اتعرف ككنزي اللي بتغني. او كنزي اللي بترسم بس. انا عديت بحياة كتيرة قوي في حياتي. وخسرت من اهم ناس في حياتي. ويعني عشت صعوبات صعبة قوي. انه حد يبقى عنده يعني 23 سنة. انا في حاجات كتيرة قوي وانا صغيرة. فانا احبه انه انا اقدر ان انا اشارك الناس. بانه مهما حصل في الحياة. ومهما قد ايه هتوقع. لازم ترجع تقوم تاني. عشان انا بشوف ناس بيعدي عليها حاجات ممكن اقل شوية. او ما قدرش اقول اقل. بس يعني في حاجات الناس بيعدي عليهم حاجات ممكن تبقى صغيرة بالنسبة الناس كتير. بس بتوقف لهم حياتهم خالص. فانا احبه انه انا من خلال تجربتي في الحاجات اللي حصلتلي في حياتي. احبه انه انا انسباير الناس. انه تلهمي الناس يعني. او انه انه احنا لازم نعيش. وده هو ده اللي ربنا جابنا الدنيا انه انا نعمله. يعني حتى لو يعني. حتى لو واحدنا في الدنيا. بس احنا لازم نعيش يعني. انا يعني. انا يعني. بضم صوتي لصوتك. حتى ان الناس فعلا لازم تعدي اللي بيحصل الله وما تقفش عن ده. انا يعني انا عارفة ان في حاجات كتير قوي انت مريتي بيها. وكبيرة قوي على اي حد. وعدتي بيها في سن صغير جدا. فانا يعني بحييكي على قدرتك. يعني. وشجعتك ان انت تعدي كل ده وتكملي تاني. وان ما فيش حاجة وقفتك. فطماثين اسمع حاجة. معلش هستغيرك تاني. هماني انا ادنك بالمائناه واشطان؟ لقد كانت أهد شيء من هناك ليلة whichني هوسي. وقفت في حاجة واشطان، وقفت في العمول مجنف عارفة بك. اشتغيرك تاني من نجزم من خلالكي امن تحكيرًا وقفت في تقريبه عمول من خلالكيнов عمول من خلالكي امن في حاجة الحاجة and take my love i'll never ask for too much just all that you are and everything that you do i don't really need to look very much further i don't want to have to go where you don't follow I won't hold it back again, this passion inside I can't run from myself, there's nowhere to hide Don't make me close one more door I don't want to hurt anymore Stay in my arms if you dare Or must I imagine you there Don't walk away from me I have nothing, nothing, nothing If I don't have you I'm so proud I'm so proud L is for the way you look at me O is for the only one I see V is very, very extraordinary E is even more than anyone that you adore And love is all that I can give to you Love is more than just a game for two Two and love can make it take my heart But please don't break it Love was made for me and you Wow 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 I want to ask you a question There are many people who say That when you grow up with other languages They don't know how to pronounce them Do you feel that you are not comfortable Or not comfortable when you grow up with other languages No No I mean I was a young man I was a young man I was a young man So I was a young man At the first time I had a problem That the Arabic I was a young man I was a young man So When I went to opera And I went to the campus To the campus I taught how to pronounce Arabic And Arabic And I learned more professional So To be honest But I applied to you To be honest Because I saw you Who could do that And I could accomplish In the second one Will have to teach But it was actually The one I want to do is I want to love to be honest I love to be honest Not a good way To be honest To be honest Because I do But I can do If I was to say English I could believe English I could not be able to do I could not know So هو بيبقى بس لازم تمرين ولازم حي كتير أو يعني أنا في فترة حبيت أن أنا أتعلم أطرة بس لما روحت عشان أخرش الكورس الدكتور قال لي أنه لا أنت لو عايزة تكملي في العربي بلاش تحطي نفسك في الحتة دي بس يعني أنا برضو عايزة جرب كل حاجة ووقف في الحتة اللي أنا عايزة بقى مرتاحة هنا ويعني مبسوطة هنا طيب عايزة أسألك آخر سؤال مين من الفنانين اللي أنت شايفة أن أنت نفسك تغني معاه أو تعملي دواته معاه أو يعني مين من الفنانين بالزيت اللي أنت مقنع بيه بالزيادة فحب أن أنت تغني معاه عايزين نقوله والله أنا عايزة يعني نفسي أغني مع كل الناس وأنا بحث بالناس كتير قوي 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 بس من أكتر الناس اللي بتإنسباير مي دلوقتي أن أنا نفسي أعمل أغاني زيه وبتعلم منه قوي حمزة نامرة حمزة نامرة أنا بجد بحبه قوي وعنده بجد أغاني مش بس فكرة أنه حد بيحب حد فأنا بحبك وأنا مش عارفة إيه لا فيه بيحكي قصة وزي مثلاً داري زي القصة واللي كان للأسف في الألبوم الفات بجد فيه عنده أغاني بحثة أنه يعني هو بيشرح حاجة مش بس بيتكلم عن حاجة يعني بسيطة كده فبس فهو همزة أنا مرة طيب أنا يعني للأسف مضطرة أختم للأسف وأنا مكنش نش سي الحلقة دي تخلاص خالص معاكي ولا أي حد من تكترول كلهم مش عايزين الحلقة تخلاص ممكن ناخدك لما خالص نعم غاني جوشوك بسي أنا أختم بعدين أرجع لك نقفل بقى بقصة حب أوكي خلاص طيب للأسف خلصت حلقتنا استنونا بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح الورد وما تنسوش تقولولنا رأيكو في فقرات النهاردة ورأيكو طبعاً في فقرة كنزي وصوت كنزي وعلى صفحاتنا على الفيسبوك وعلى انستجرام وبرنامج صباح الورد بالعربي بشكرك شكراً جزيلاً جداً 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 الفنينة كنزي توركي أنا كمان ببسط معيكي قوي 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 يلا بينا نختم بقصة حب أحلى ختمة أسد حب نعيصها شرح والكلام لسه لبال والجي مش كله جرح حتى لو جي بفران أسد حب نعيصها شرح والكلام لسه لبال والجي مش كله جرح حتى لو جي بفران شوف وسط الحزن فرح وحسني بل بكتلائي وأنا جنبك وروح معاك مكان ما تكون أتلقاك وعرف أني هعيش كواك لأنك مش هتنساك وأنا جنبك وروح معاك مكان ما تكون أتلقاك وعرف أني هعيش كواك لأنك مش هتنساك ويرديني أكون سير تجيب الفرح على بار ويرديني تعيش عمره زي ما كنت عيزان حكاية أنا وأنت أولها هسيبها لك تكملها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر